بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين عندنا أيتين على حكاية فكر المسيح دي آية في كورنسوس الأولى بتقول بفتخار أما نحن فلنا فكر المسيح لما كان بوليس بيقول العالم في حكمة وفي أفكار وفي ناس شايفة نفسها بتفهم إحنا بالبلد كده استبدلنا دماغنا بدماغ المسيح بنفكر زي ما المسيح يفكر الروح القدس روح المسيح اللي فينا بيعلمنا نفكر زي ما المسيح بيفكر طبعا ده مستوى عالي بس هو ده الحقيقي مفروض كل مسيح يعمل كده يعني إيه؟ المسيح لو المجد لما شاف زكا فكره غير فكره كل اللي حواليه كل اللي حواليه شايفين زكا ده إيه؟ حرامي عشار هناني طماع كانوا بيشتموه وكانوا بيكرهوه فكر المسيح إيه؟ ده ابن إبراهيم ده يجي منه ده جوا حاجة حلوة وفعلا المسيح حظبت إنه هو الصح دخل بيته لقينا زكا بيقول نص فلوس يهدي للفؤرة والنص التاني هرجع على اللي ظلمتهم وبقى قديس بعد كده يا ترى أنت بتعرف تفكر زي المسيح؟ ولا بتفكر زي ما الناس بتفكر؟ ناس دي وحشة نبعد عنها فيه ناس وحشة نبعد عنها وفيه ناس وحشة هيبقوا أحسن مننا بتقدر تفكر زي المسيح بتقدر تشوف إن الفلوس زي ما المسيح شايفها تحت الرجلين ولا أنت هتشوف الفلوس فوق الراس العالم كله بيشوف الفلوس دي هنا أهم حاجة فوق البني أدمين المسيح كان ما يمسكش فلوس خالص وعلم الرسل كده فالرسل الأول ما ابتده خدمة وابتدت تيجي الفلوس كان تحت رجلهم لأن فكر المسيح بيقول كده يبقى إحنا عاوزين نجبر ونبقى بنفكر زي المسيح الآية اللي هشغلكوا بيها بتتعال بطريقة تانية لكن نفس المعنى بيقولها القديس بولس مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح بيقولها إزاي؟ يقول أسلحة محارباتنا ليست جسدها بيقول إحنا في حالة حرب فيه شطان وفيه ظلمة وفيه خطية والعالم كله فيه فساد وإحنا أولاد ربنا أولاد النور فيه معارك خناءة بين الظلمة والنور بين الشطان وبين المسيح طبعا المسيح هيكسب وبالتالي إحنا تبع المسيح لكن الحرب دي مش أيمة على الأنابل والسواريخ والطيرات والعضلات الحرب دي الأسلحة فيها ليست جسدياً لكنها أسلحة حقيقية قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنوناً أفكار وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح دي الآية اللي هشغلكوا بيها نص ساعة أو آل إزاي يبقى فكري جوه المسيح مطيع للمسيح دماغي دي حاضر يا رب مستأسرين هنا يعني إيه يعني كأنه المسيح لو المجد بالبلد كده مسيطر كل أفكاري تحت إيده ده اللي يحقق المعنى اللي قاله ربنا يسوع ملكوت الله داخلكم لما يكون المسيح الملك جوايا ما لي أفكاري وما لي مشاعري يبقى الملكوت جوايا يبقى طعم السماء جوايا يبقى كل اللي تكلم عنده المسيح محبة وفرح وسلام كل ده جوا بس ده عاوز نوصل لإيه مستأسرين كل فكر عاوز أجيب كل أفكاري كده وحطها تحت رجلين المسيح وأي فكرة تروح كده ولا كده جبها كده من رقابتها ولا أسمعي الكلام ربنا فكاري زي ما المسيح بيفك في قاعدة مهمة يا حبائي أن المشاعر لها علاقة بالأفكار يعني إيه كلنا دقنا مشاعر مقدسة مشاعر مثلا الخجل والندم في التوبة مشاعر الحب والشفقة في الخدمة مشاعر الشكر والتقدير في التسبحة أكيد كلكم مرة حسيتوا كده إيه بحرارة مشاعر حاجة جميلة طيب ليه المشاعر دي ما بتطولش ليه الواحد مش عايش دايما قلبه سخن كده بيحب ربنا قوي وبيحب الناس قوي ومبسوط ربنا وبيشكر على طوله لأنه في مشاعر تانية زي مثلا واحد عاوز الناس كلها تعرف ربنا مش قوي لخلاص الناس في مشاعر تسامح وغفران وعطاء المشاعر دي مش بتدوم ليه يقولوا دايما العلماء النهاردة اللي قالوا المسيح من ألفين سنة أن المشاعر مش بتدوم لأن الأفكار هي اللي بتغزي المشاعر لو أنا عندي أفكار مقدسة مشاعري تبقى مقدسة لكن لو أنا بفكر زي ما الناس بتفكر وزي ما إبليس بيعلم الناس يفكروا إبليس ده مسيطر على الدنيا كدهب فبينشر أكاديب فالناس مسدقة أن السعادة في الأكلة الحلوة فيفكروا هيكلوا إيه وده أهم موضوع في اليوم هي دي كتبة بس هو سيطر بيه على دماغ الناس فتلاقي المشاعر ارتبطت بالموضوع ده فما بقيتش بتفرح في الصلاة ولا تحس بالناس ولا تسأل على حد ليه الأفكار جابت مشاعر غريبة مشاعر أرضية سوري مشاعر حيوانية ما هو الحيوان لما بيجوع بيشتاء يأكل طب فرقنا إيه إحنا عندنا حاجة أعلى من كده فيه أصوات عالية في الدنيا والسوشيال ميديا دي وباء الحقيقة يعني لازم نعمل كنترول على الموبايل وعلى اللابتوب وعلى الصور والفيسبوكس والحاجات دي خطر جدا لأنه ربنا بيستخبى بيضيع في الزحمة دي والشيطان بيبقى مالد مغنى بكلام فارغ كتير قوي فالمشاعر بتتكون على أساس الأفكار دي كلها الحشو ده كل عشان كده ربنا يسوع بيبتدي بالدماغ ودي قاعدة قالها القديس بوليس كذا مرة لما قال تغيروا عن شكلكم بإيه بتجديد أزهانكم عشان كده المسيح كان من ألقابه المعلم الصالح والمسيح بيعمل إيه بالزبط المسيح له المجد يعلم التعليم يدخل هنا ينزل على هنا يطلع هنا أقولها تاني التعليم يدخل هنا ينظف الدماغ لمؤاخذة ينزل هنا يغير القلب يغير المشاعر يطلع هنا يطلع أكشن يطلع بهيفير يطلع سلوك فتغيير أي إنسان لازم يبتدي من أفكار مقدسة الأفكار المقدسة تطلع مشاعر مقدسة هي أن كان نوعها تنتهي الحكاية بسلوك مقدس يعني ما تلاقي واحد بيحب الخير للناس قوي وبيخدم كتير ده سلوك قبل منه فيه مشاعر بيحب الناس قبل منه مقتنع فيه أفكار بتقوله هي دي الحياة هي دي رسالتك هو ده اللي ربنا عاوزه منك فالفكرة سيطرت غيرت طلعت منتج جديد بني آدم جديد واضحة عشان كده المسيح كان دائم التعليم لأنه هو بيعلم بيغير في الدماغة وطلع زنته مثلا لسه واحد بيقول لي بني أنا قعدت شهر أسمع تفسير رسالة تقريبا يوميا ثلاث ساعات لأن العربية رايح راجع ساعة ونص قال لي أنا لاحظت بعد شهر أنا تغيرت من غير معمل مجهودة العصبية قالت والنكد قال الشهوات قالت أنا ما عملش مجهود بس أنا كنت بركز هو اللي حصل إيه أفكار مشاعر سلوك كله ابتدى يتقدس بكلمة الله الإنبوت اللي داخل هنا نظف هنا وطلع هنا بقت الحكاية مختلف ده سعاد في العلم الحديثي يسموه CBT اللي هو Cognitive Behavioral Therapy Cognition to Recognize يعني When you know better When you know better You behave better واضحة فهي الحكاية knowledge طيب ما إحنا كلام ده قايله المسيح من 2000 سنة كان يغير دماغ الناس يعلمهم values الصح حب الناس وحب الخير والبعد عن الشر واكتشافه الله ده يتغير ده يتغير كله يتغير من هنا حرب الفكر مهمة مستأثيرين كل فكر إلى طاعة المسيح أسعد مسيحي هو اللي دماغه في ربنا طول اليوم هو اللي عامل control على العقل هو اللي ما بيسيبش مخه يشت هو اللي بيجبر دماغه يفكر صح لو الناس كلها هتقول كلام negative هو دماغه متبرمجة صح فبيقول كلام positive لأنه دايماً بيستدعي فكرة المسيح ما بيقولش كده ربنا يسوع قال غير كده علمنا نشوف الناس أحسن من كده ربنا يسوع حط مبدأ سهل قوي قال من القلب تخرج الأفكار الشرير من القلب يعني يقصد الداخل هنا القلب ضمنياً يحمل الفكر يعني أي حاجة وحشة بتطلع بتطلع في أفكار الأول قتل زنة فسق سرقة شهادة زور تجديف تديروس رصة خطايا كلها طلعة من جوه يبقى إيه اللي يخليني أفكر زي المسيح أنا تاني شغلكم بقيتين سهلين سهلين في الحفظ والتنين في كورنس نحن لنا فكر المسيح وفروض نفتخر كشعب مسيحي بنفكر زي المسيح والآية التانية بتقول مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح طب عاوزين نوصل لدي الحل الإنجيل ليه الإنجيل هو فكر المسيح ربنا يسوع في الإنجيل بيكشف لنا بيفكر إزاي مفروض نفكر إزاي يعني لو سألتوك سؤال سازق هو ربنا يسوع أكتر فكرة شغلاء خلاص الناس عاوز العالم كله يوصل للسام طب لو سألتك أكتر فكرة شغلاك إيه لقي إجابات مختلفة العلاج الدواء العيال تغيير العربية تغيير البيت الخناء اللي مع أخويا أكتر فكرة شغلاك ده أنت بعيد قاو ده المسيح هنا وانتهين طيب عشان تقول لنا فكر المسيح استنى بقى ده أنت في مسافة كبيرة قاو أنا بقول لك اللي شاغل المسيح طول الوقت إن العالم كله يوصل للسام بسبب دي تجسد ومات وقام وعمل كل حاجة من أجلنا من أجل خلاصنا طب أنت فكرك قريب لفكرة لا مش قريب طب ما نيجي نشتغل بقى الإنجيل كثير يعمل كده البرمجة دي الستنج ده الانجيل يعرف يعمل كده بس دي الوقت عشان كده كلمة جميلة يقولها القديس يحن يقول كتبت إليكم أيها الأباء لأنكم عرفتم اللازم من البداية كتبت إليكم أيها الأحداث الأحداث اللي هم young men تعرفين دايما الفئة دي the young men always suffering من موضوع الشهوات يبقى قوية بس بالإنجيل كلمة الله ثابتة فيكم تبقوا أقوية وغلبتم الشرير الشيطان ما يقدرش عليك لأنك هيبقى عندك فكرة المسيح يبقى يبقى ربنا لما يملد دماغي بأفكاره بكلامه هغلب نفسي هغلب أي حاجة غلط جواي يقول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروحه الله عنده جهالة لا يقدر أن يعرفه إنما يحكم فيه لما الروح يحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكرة رب فيعلمه يعني كان دي آية في العهد الأديم مين يعرف ربنا بيفكر في إيه الإجابة إحنا أما نحن الآن فلنا فكر المسيح بعد التجسد بقينا عارفين ربنا بيفكر فيه بقينا فهمين دماغ المسيح نتجسر ونقول كل القدسين بقوا بيفكروا زي المسيح عشان كده تحسبوا قدسين القديس هو شخص بقى عنده فكر المسيح نروح للقديس مثلا أم بابراهما القديس ماري مرقص ماري جيرجس أبو سفين أي قديس بتحبوه هو ما هو إنسان عادي كان بيأكل ويشرب ويتحارب زينا لكن ادبار مقصح بقى بيفكر بفكر المسيح مستأثرين كل فكر اللي طاعت المسيح فبقى شبه المسيح لأنه ده تغير فالقلب تغير والسلوك تغير تعبير تاني يؤكد المعنى يقوله القديس بطرس يقول منطقه أحقاء ذهنكم صاحين منطقه أحقاء ذهنكم صاحين تعبير فلسافي شوية مع أنه ده بطرس يعني كانوا زمان الجماعة الفلاحين الطيبين بتوعني لما الواحد تبقى دماغه وجعاه يربط ربط جمد على دماغه يكون عنده صداع شديد ما كانوش عنده مدوية فتلاقيه لف دماغه لفت انتمام كده هو المعنى هنا لما يكون عندك صداع من الشك صداع من الشهوات صداع من التشتيت والنكد والقلق ده صداع وربط على دماغك بالإنجيل لما تبقى كلام الإنجيل ما حاصر دماغك هتخيف منطق يعني حاصر عقلك كده فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح إذن أفكاري هتغير مشاعر هتديكم مثل كلكم ممكن يكون بيعدي عليكم ساعات أنت تبقى مقفول من شخص شخص بايخ سوري يعني مغلس عليك في الشغل أو في الجران أو في العيلة فأنت مشاعرك مقفولة منه وممكن توصل للحظات غيز وغل وكراهية كمان أنت متداق لأن أنت عارف المشاعر دي خطر هتفصلك عن ربنا تعطلك عن التناول تاخدك على جهنم تابه بعدين تعمل ايه تقدر تغير مشاعرك لا لكن تقدر تغير عقلك لو قعدت تفكر زي المسيح بطريقة الإنجيل واستدعيت أفكار مقدسة ربنا حط الناس دول في حياتي عشان أتعلم الصبر ربنا مستنيني أفرحه وانجح في الامتحان ده وعملهم كويس رغم كل اللي عمله ربنا قال لي اخفره يخفر لكم ربنا وصاني أحسنه إلى المبغضيكم الإنجيل بيقول لا يغلب انك الشر اغلب الشر بالخير أنا بعمل يدي الوقت براجع بشح دماغي بفكر المسيح لو قعدت عمل كده شوية بيحصل ايه ألاقي مشاعري اللي كانت مخنوقة قوي وشيلة ومضغازة فكت لأن كلمة الله حي فالفكر هيغير القلب لكن لو أنا قعدت سايب دماغي تسرح في قولة ما هم أصله وفصله ويستهلوا وتلاقيهم النهاردة بيعملوا وبيسوق انت سيبت دماغك تزود مشاعرك يبقى انت دماغك دلوقتي بقت في يد الشطان عمال يحط أفكار ويسخن القلب والقراهية تزيد وعلى جهنم لو لحقت نفسك مستأثرين كل فكر خدتوا للمسيح زبط الدماغ حط أفكار مقدسة القلب هدي لقيت نفسك بتبتسم في وش ناس متعبين بتعملهم كويس مستحمل بواختهم كده إيه السطارة دي دي نعمة بس ابتدت من هن إذن الأفكار المقدسة هتعالج المشاعر الفزدة وبالتالي تصلح السلوك يبقى دايما بنفكر هبتدي بفكر هيدخل على القلب والقلب هيجيب السلوك والفكر ده في ايد الإنجيل عشان يبقى فكر في المسيح يبقى الوحدي يغزي عقله يغزي عقلك عشان كده اليوم اللي يعدي من غير إنجيل ده خطر عليك واليوم اللي تبقى الإنجيل خمس دقايق أنت كده هفتان وعندك أنيميا ما تأكل ده بلاش ما تتغزى وكل ما تطول مع الإنجيل إن كان تفسير ولا آيات ولا مذاكرة ولا بتقرأ لوحدك كل الطرق اللي دخلك على الإنجيل أنت المستفيد لأنه كلمة الله تعليم الكنيسة سير القدسين كل ده الحشو ده كله بيدخلك فكر المسيح فتلاقي نفسك ببساطة هتعمل اللي كان المسيح هيعمله في الآخر لأن المسيح عاش على الأرض كان فيه ناس غلسة برضو كان فيه ناس بايخة كان فيه ناس بتدايقه وكان فيه ناس بتكرهه والبشر هم البشر بس ربنا يسوع ما كانش بيغلط أبدا وكان بيحب الكل لكن هو كان بيحس كان عارف أن الناس دي مش سهلة عادي ومرة قال له أنتوا ليه بتجربوني فهو عارف أن الناس دي فيها شر لكن ما كانش بيكره إذا طاعة المسيح هي الهدف مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح الطاعة تبتدي من هنا عشان كده دايماً لما الإنجيل يتقري مفروض نوطي رأسنا قفوا بخوف أمام الله يبقى الواحد الإنجيل دايماً أعلى من الناس مش الإنجيل متكبر لأنه أنا لازم أقول لعقلي وطي والحاضر كلام جاي من السماء والحاضر مش لازم تقتنع ربنا بيقول اعمل حاضر يا رب دي سكة السماء عشان كده القديس بطرس مرة قال جملة جميلة أو قال ينبغي أن يطع الله أكثر من الناس يعني مهما الناس قالت الناس دول أشرار وإنت لازم تقفلهم لازم تاخد حقك بدرعك تنتقم لنفسك حوش عشان المستقبل بص اركن كلام الناس ينبغي أن يطع الله أول ربنا بيقول غير كده يطع الله أكثر من الناس وربنا قال اللي بيحبني أحفظ وصايه موضوع بسيط بيش بتحبني اسمع كلام لكن هنفضل نقول بنحب ربنا ووصايا مطنشنها يبقى بنخدع نفسنا كونوا عاملين بالكلمة لا سماءين فقط خدعين نفسكم مش كيلة تانية بقى نحن في زمن في وعظ كتير أحياناً الوعظ يدي إيحاء أن أنا بقيت كويس عارفين زي إيه في كتير من المرضى المصريين مشوار الدكتور يريح نفسيته هو رح للدكتور وكشف عليه وخد الرشدة وطالع من العيادة عنده إحساس عملت اللي عليك عملت اللي عليك إيه وانت لازم تجيب الدهوة وتاخد الدهوة تصوره لو مريد اكتفى رحت ودفعت وراجل كشف علينا وكتب رشدة أيوة بعدين احنا بنعمل كده أنا سمعت الوعظ أيوة سمعت بس يبقى معاك الرشدة أروح خد الدهوة فهنا أحيانا الواحد بيخدع نفسه بحطة إن أنا إيه سمعت خد حطة أد كده وعملها أي وصية صغيرة اطلع بحاجة أي نقطة بس خليها عشان تبقى فعلا بتتغير كمان حكاية فكرة المسيح لازم أرصد الأكاذيب يعني إيه يعني الشيطان طول الوقت بيحصرنا بمجموعة أكاذيب لازم أخد بالي إنه كل شعور كاذب زي حقد أو سوق ظن أو عداوة أو طمع أو رياء أو زنب دي كذبة أخويا ده اللي بيكرهني أو أنا وقعت في الكراهية ده إنسان غلبان زيه والشيطان عاوز ياخده جهنم وياخدني معاه إحنا اللي تنضحايا مش وقت أشيل من حد ولا أزعل من حد لكن الشيطان الكذاب بيقول لي الفلوس هي الحل بيقول لي فلان بيكرهك بيقول لي لازم تعمل ده كذاب في أفكار كاذبة كتير يعني مثلا فكرة أنا ربنا مش بيحبني حبيبي دي كذبة الإنجيل كله بيقولش غير إن ربنا بيحبك ومصر إنك تدخل للسماء يبقى أي شعور أو فكرة تقول إن ربنا رفضك تبقى إيه كذب طبعا ما بيرفضش حد من يقبل إلي إيه لا وخرجه خارجا تبقى عامل بلاو الدنيا وتيجي ربنا بيقولش لأ ربنا والابن الضال يشهد يبقى حسبه من الأكاذيب مثلا فكرة إنك أحسن من غيرك أحسن من غيرك في إيه ده ربنا مديك كتير قوي ومستني منك كتير في ناس كتير أحسن منك بكتير فيبقى ما تمشيش وراء الأكاذيب السلوك الكاذب طبعا لازم ترصده يعني لازم تفحص نفسك هو أنا ليه بعمل كده أنا عايش في كذبة عايش في وهم ليه بدين الناس بحكم عليهم ليه يبقى أنا شايف نفسي أحسن منهم تعالوا بقى نختم بشوية أفكار محددة كده تساعدنا أن نحن نعيش في فكر المسيح اكتشف أكثر الأفكار الكاذبة التي تحاربك وقومها قعد فكر كده هو إيه اللي في دماغي ما يركبش على دماغ ربنا ينسوع هتلاقي حاجات كتير لو قعدت كده تحلل تفكيرك هتلاقي حاجات كتيرة بتعدي على دماغك مش ممكن هتعدي على دماغ المسيح وحاجات قليلة آه ممكن يعني لما تحس بتعاطف مع الفقرة قعد يتمشي دي أكيد جوه فكر المسيح اشتيال السماء كويس تمشي مع فكر المسيح لكن في حاجات كتير قوي هتلاقيها كل ده فلتريشن يعني لازم يحصل يبقى ضبط الفكر وفحص الفكر ضروري ودع لك صدقوني لنا كلنا أن الواحد يقول يا رب نفسي مخي ده يبقى ما يطلعش براك يبقى كل دماغي دي ملكك ساعتها هعيش أحلى عيشة وهبقى شابه ربين لأنني هفكر زيه هحس زيه هعمل زيه بقى إينا شابه المسيح فعلا اكتشف كمان المشاعر السلبية اللي بتعدي عليك وفي مشاعر كتير يعني الغضب عن الناس مش مشاعر غلط مشاعر أنك أنت أحسن من الناس مشاعر الطمع شؤل فلوس أكتر ومركز أكبر ومديح أكتر وكل دي حاجات مش لخبط يبقى كل ما الواحد يرصد ما في داخله بيقدر يرجع تاني إلى فكر المسيح عاوز أقول لكم بقى حاجة مهمة نفسي نطلع من اليوم ده باتفاق الشاطر يعمله أن اللي بيقرى الإنجيل أقل من نص ساعة في اليوم يبقى مش متغزي كويس يبقى صحة وضعيف ما تيجي كلنا نحاول نوصل لنص ساعة للإنجيل كلهم نحاول هتحسه بفرق كبير بأي طريقة تقرأ فيها خمس صحات تقرأ صحاح تقرأ مزمور أنت حر بس هي نص ساعة يعني خد وقتك ليه لأن الوقت فاكتور مهم أو أنت قاعد قدام ربنا ربنا عاوز يتكلم معك وعاوز يشتغل عليك وفي الأول هتبقى متململ وبعد خمس دقايق كفاية لا طول شوي ركز شوي ده اللي بياخد جلسة علاق طبيعي بيعود له الساعة غصبا عن عينه واللي بياخد بقى كيماوي ربنا يشفي الكل طب دي جلسة شفاء روحي حد طايل وبلاش قعد مع الإنجيل نص ساعة وفكر دايما تحتك عنوان فكر المسيح يا رب عاوز الأفكار دي تدخل هنا عاوز دماغي تتزبط على دماغك عاوز أعرف أفكر صح لو عملنا كده صدقوني هتلاقوا الحياة اختلفت جدا وهتلاقي بعد شوية أنت مستمتع بحياتك ولو طلعت بآية واحدة شغلك تفرق جدا آية واحدة ممكن تصغي لك كذا يوم مش لازم تغيرها كل يوم لكن تبقى آية كده فيها الشفاء يعني مفرحاك منبهاك مشاورة على حاجة لازم تعملها تبقى خلي الإنجيل يشتغل معاك ويملى دماغك شوي لأنه صدقوني احنا كلنا عاملين زي اللي بنتفرج على بحر ربنا بيقعد جوا وبيقول ما تيجو وادخل إلى العمق واحنا بنبل رجلين بر آخرنا والمسيح خاد بطرس ودخل جوه وعاوز ياخد كل واحد فينا فسحة لجوه وإحنا مكتفيين كده أنه نبل رجلنا لإلهنا كل مجد وكرام إلى أبدا مكتفيين